السلام عليكم سنكون واقعين شاشة 4K شيء يبغى كثير من الجامرز حاليا سواء عن بلايستيشن 4 برو زي اللي عندي هنا أو الأكس بوكس وون اكس يعني الأجهزة اللي تقاعدة تشغل 4K حاليا الألعاب 4K طالع رهيبة وعندنا يعني ألعاب مؤخرا شفناها زي ردد وغيرها طالع رهيبة بال4K فعشان تلعب 4K تحتاج شاشة ممتازة مشكلة ثانية نواجهها حنة أنه الشاشات حقاة 4K أحيانا تكون غالية أحيانا واحد يقول والله لا لا ما تستطيع اشتري شاشة 4K حاليا عشان ألعب على جهازي وبالتالي يصير عندك جهاز زي هذا وما انت قاعد تتحللها قاعد تلعب بطريق الغلط فواحدة من الخيارات اللي موجودة في الواقع من شركة بينكيو هي الشاشة اللي عندنا هذه اليوم طبعا الشاشة موديلها EW-3270U إن شاء الله قلتها صح تلقونا في الدسكريبشن على كل حال لاحد يشيلهم الاسم موجود في الدسكريبشن الشاشة هذه حجمة 32 إنش أكيد بمن يتكلم عن 4K واحدة من أهم مزايا هذه الشاشة إنها تشغل 4K خلونا ما نخبط بينكيو شركة معروفة إنها تقدم شاشات للبي سي البي سي جيمرز يدورون شاشات معينة مونيترز عشان يلعبون ألعاب البي سي اللي عندهم الشاشة هذه أنا ما أنصحها للبي سي ممكن تلعب لها بي سي لكن هي أكثر للبلاي سيشن اكس بوكس للكونسل هي أنسب للكونسل بقول لكم ليش أولا حجم الشاشة 32 إنش بالعادة البي سي جيمرز خصوصا اللي يلعبون ألعاب يعني زي أوفورووتش العلعاب التنافسية اللي يبغى فيها رسبونس ريت عالي غالبا بياخد شاشة أقل من 4K وبياخد شاشة أصغر يعني غالبا تكون 20 إنش وحولها الشاشة هذه تدعم 4K تدعم HDR رح تعطيك ألوان أفضل طيب وبالنسبة للسبكترم حق الألوان رح تعطيك 95% منه من تجربتي أنا صراحة الألوان طالعوا روعة عليه وفي نقطة بتكلم فيها خصوصا عن HDR والإضاءة بس بتكلم فيها بعدين نتكلم عن الشاشة هذه من ناحية الـ input lag معروف هذا الـ input lag مهم جدا للعيبة طبعا هنا عندنا 4 ميلي سيكند الـ refresh rate 60 هرتز المواصفات هذه ممتازة للي بيلعب على الكونسل ممتازة جدا خصوصا أن نتكلم عن الشاشة أنها 4K HDR بنفس الوقت للي يلعبون على البي سي أو ناوين يأخذونها على البي سي الشاشة هذه تدعم FreeSync من شركة AMD فإذا كان عندك Graphics Card AMD ويجب أن تستخدم هذه الشاشة بيكون معلومة مهمة منك أنك تعرف أنها تدعم FreeSync الآن أنا بتكلم عن الـ HDR وتقنية إضافية حطتها بنكيو في هذه الشاشة اسمها Brightness Intelligent Plus خاصية تسوي إضاءة ذكية للشاشة إيش معنى إضاءة ذكية؟ معناه أن الإضاءة من الشاشة تعتمد على الغرفة التي تلعب فيها عندما نلعب في البيت ليس دائماً أن تكون نفس الظروف أحياناً يكون في النهار النور جاي من الشباك مثلاً لا نولي عنوار الغرفة في الليل نولي عنوار الغرفة أنوار الغرفة تختلف من شخص آخر أحياناً واحد يولي عنوار رئيسية في السقفة ويولي لمبة صغيرة حطها على جنب فالإضاءة تختلف من وقت الثاني تختلف من النهار للليل فبرايتنس تكنولوجي بلوس برايتنس انتليجنس آسف بلوس هذه الخاصية الذكية للإضاءة تشبه الخاصية اللي قاعدين يشوفها بعض الجوالات الجديدة حالياً من الفئة العليا أنه الجوال يقرأ الإضاءة اللي حولك ويعد الإضاءة الشاشة بناءً عليها بحثة تناسب مع الشي اللي انت قاعد تشوفها وبالتالي تعطيك صورة أفضل فلما نتكلم عن الشاشة اللي عندنا هذه واللعبة اللي نتكلم عنها مثلاً دعم HDR ودعم PI Plus اللي قلناها خاصية الإضاءة الذكية الخاصيتين دولي تقدر تشغلهم مع بعض أو تقدر تطفي واحدة منهم أو تقدر تطفيهم اثنينهم ففي أربع خيارات في زر سريع هنا يخليك تبدل بين أربع خيارات مع بعض HDR مع PI Plus HDR الحالو PI Plus الحالو اثنين هم مطفيين عشان تشوف انت اشالي أريح لك لكل لعبة معينة رح تلعب فيها طبعاً الPI Plus بيفيدك بعض الألعاب اللي فيها HDR ليش بعض الألعاب اللي فيها HDR رح تعطيك إضاءة قوية أقوى من اللازم بتضايقك في بعض المناطق هذا الPI Plus يسوي لك بالانس على الأماكن هذه اللي فيها إضاءة قوية يخفف لضاءة بدون ما يخسرك التفاصيل اللي تجيك بسبب تقنية HDR بالنسبة للمنافذ عندنا منفذين HDMI منفذ DisplayPort هذا بيفيد اللي يلعبون على PC ومنفذ USB-C إذا كان عندك جهاز زي مثلاً أنا عندي الماكبوك برو في منفذ USB-C أقدر أشبكه مباشرة بالشاشة ويعطيني صورة عليه أي جهاز يستخدم USB-C ويقدر يعرض الصورة من خلاله تقدر على طول تشبكه على الشاشة بدون محولات أو أي شيء ثاني في منفذ لسماعات الراس إذا عندك منفذ 3.5 وفي سماعات سبيكر في الشاشة بس هذه واحدة من النقاط الضعيفة حق الشاشة السماعات ما هي عالية بشكل كافي نقطة ثانية سلبية بالنسبة لي الشاشة تحريكها محدود هذه بس تأثر على لعبين البي سي إذن تلاعب بي سي من أنه علي تحب تحرك شاشتك ترفعها تنزلها تغير مستواها عن رأسك وكذا التحريك محدود في هذه الشاشة إذن هذه هي البينكيو 32 إنش شاشة 4K HDR مميزة للجيمينغ خيار ممتاز لك طبعاً نشوفه السعر لازم أتكلم عنه سعر الشاشة هذه حالياً 2499 ريال سعودي طبعاً أنا جال أستلعب بلاك آوت والشاشة وراي بس قادر أشوف قادر أبدع صدقوني أقدر أفوز ونما أعطي ظهر الشاشة عموماً 2499 ريال شاشة 32 إنش المزايا التي تحصل عليها أنك تحصل على أداء ممتاز من ناحية الصورة تحصل على أداء ممتاز من ناحية الألعاب لأن الـ input lag صغير جداً مقارنة بالشاشات الكبيرة التي تشتريها في السوق شاشات التلفزيون الخاصة بالجيمينغ والسعر حلو كشاشة 4K بهذا الحجم فإذا كنت تبحث عن شاشة جيمينغ فكروا بها شاشة واحدة من الخيارات الممكنة أتمنى يكون عجبكم للسعرات التي قدمت لكم اليوم أعطوني رأيكم بالشاشة في التعليقات تحت وكالعادة يا شباب ما تقصروا معنا نعرفكم لايك اشتراك بالقناة وأيضاً فعلوا الجرس إذا لم تفعلتوا إلى الآن مع السلامة شكراً للمشاهدة